المحاور وصحفي البريطاني ثيم سباستيان أجرى حوارا مع لولوة الخاطر سألها فيه بشكل صريح عن دعم الدوحة للإرهاب فحاولت المراوغة كعادتها فتح المذيع أمامها ملف الاعتراضات الأمريكية رسمية على دعم قاطر للإرهاب فعادت الخاطر للمراوغة مع المراوغة المستمرة للمتحدثة باسم الخارجية القطرية أعرض المحاور جانبا بسيطا من تساهل الدوحة مع المتطرفين أعرض النهات في 2016 يتقل في سراء المحاور بسيطا من السابقة جيد ومكلمة ومكالمدار لتساهل الدوحة للإعطار للإعطار والإعطار سألها مقيهة في الحياة؟ هذا حقا كيف كانه أفراد للإدارة المساعدة لفعل المحاور سعيد من العام السادة المدارة التقديم في 2014 ولكن في عام 2017، قامت بأنه سيكون عادياً مقابلًا في التعامل الالقايداً مرة أخرى. هذا هو مقابلًا. هكذا هي ديبلوماسية الدوحة، مراوغة وشعارات جوفة عن مكافحات الإرهاب، لكن على أرض الواقع تظل الدوحة من أكبر الداعمين للإرهاب في العالم.